رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سعر الفايدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوذيها في اكبر زيادة خلال 22 عاما القرار الذي كان متوقعا بصورة كبيرة يأتي كجزء من سلسلة من التحركات التي يسعى من خلالها البنك الفيدرالي لتهديئة الاقتصاد وسط اسوأ موجة تضخم تشتح البلاد منذ 40 عاما وفي مارس الماضي رفع مركزي الامريكي سعر الفايدة 0.25% لتصبح 0.5% لأول مرة منذ عام 2018 نحن في طريقنا لنقل معدل سياستنا بسرعة إلى مستويات أكثر طبيعية على افتراض أن الظروف الاقتصادية والمالية تتطور بما يتماشى مع التوقعات هناك شعور واسع في اللجنة بأن زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في الاجتماعين المقبلين في الاجتماعين المقبلين